بعد الدعاء لفلسطين اعتبر معادل السامية المخابرة تقتحم منزل الإمام في فيينا من أصول مصرية حيث دعا إمام مسجد السلام في منطقة أمشففير في الحياة الثانية عشر في فيينا إلى هزيمة اليمهود في منشورات له على وسائل التلاصل الاجتماعي مما أدى إلى حضر نشاطه في المسجد وحملة تفتيش في شقةه ونشر الإمام يكن بيئة السحماوي من أصول مصرية ويحمل الجنسية النمساوية عبارات وصفت بأنها معادل السامية على صفحته الشخصية على فيسبوك وفي ذلك الوقت كان يشغل منصب إمام المسجد وقد تم إيقافه عن الخطابة في هذا المسجد وتم أيضا تفتيش شقته ومحاولة البحث صراحة عن أمور طبعا لم يتم اعتقاله الرجل الموجود في فيينا ومقيم ولربما قاموا بالتحقيق معهم ولكن أعلنت متحدثة باسم الهيئة الإسلامية شوفوا هنا الخبر بصراحة أعلنت متحدث باسم الهيئة الإسلامية في النمسا أن السحماوي لم يعد له أي مسؤولية في المسجد اعتبارا من 15 فبراير الماضي وأوضحت أنه تم فرض حضر على نشاطه في جميع مساجد النمسا وأن هذا القرار سيبقى ساري المفعول بغض النظر عن نتائج التحقيقات أو الحملات القضائية ضده وعلى الرغم من عدم لفت الإمام انتباه إيجو بتصريحاته الهيئة الإسلامية بتصريحاته المعادية للسامية في مسجد السلام إلا أنه بعد منشورات التي وصفت بالكراهية على الإنترنت فقد منع من مزاورة الخطابة وفقا للمتحدثة من الهيئة فإن نشر عقائد الإسلام في النمسا يجب أن يتم بواسطة أشخاص مخولين من قبل الهيئة حسب زعمها وتابعة المتحدثة أن الإمام تم مواجهته وعلنا وأوقف عن جميع مهامه فور اكتشاف منشوراته المعادية للسامية وأن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانا خاليا من القانون ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هذا الشخص قمنا بالتعليق مرارا وتكرارا عن هذا الخبر المرحلة الآن هي مرحلة صراع ويوجد صراع دامي اليوم يدور في فلسطين وعندما يقوم أحد ما بنشر منشور ما بتعبير عن الرأي بطريقة أو بأخرى يعني يجب أن يكون هناك أعتقد معاهير أخرى للتعامل مع مرحلة الصراعات يعني على سبيل المثال اليوم كل من يقول عن بوتين على أنه إرهابي الجميع يطرب لهذا السماع طب على سبيل المثال قبل ثلاث سنوات لو أحدهم قال أن بوتين مجرم حرب وإرهابي ربما كان يتم قاضاته فالقصد أن الآن عندما يكون هناك مرحلة من الصراعات ومرحلة من الحروب من الطبيعي أن يكون هناك شيء من الانتباه ولكن أن تقول الهيئة الإسلامية أنه لن يعاد حتى ولو برع من كافة التحقيقات طب يعني لماذا هذا التشدد في التصرف مع هذا الشخص بغض النظر اتفقنا أم اختلفنا معه لماذا هذا التشدد من الهيئة الإسلامية بهذا الشكل يعني حتى ولو كانت تحقيق برأ وقلعة هذه المنشورات ليست منشورات كراهية قالت لن نعيده لهذه الهيئة فكما قلنا سابقا أن من يجتمع مع سيد ألكسندر شانبيرغ وزيره الخارجية في حفل إفطار رمضاني بهذه الطريقة ويتناسى بشكل كامل موقف النمسا مما يحصل في فلسطين يستطيع أن يقول لإمام مسجد بتهمة أنه دعا لفلسطين ولربما دعا على الجانب الإسرائيلي أنه يمنع من الخطابة نهائيا في مساجد النمسا مرأيكم لما فضلكم